اشتركوا في القناة الجهات الاقليمية والدولية في سبيل مواجهة هذا التحدي الذي يواجه الاردن وثم اعرج على الاغضاع الداخلية والتحدي الاقتصادي وما شاكل ذلك وايضا ضرورة تعاون الجميع على ان نحمل هذا الهم بشكل مشترك الكتلة ايضا من جهة تناوبة الحديث بدأتنا كرئيس الكتلة واركست على الموضوع السياسي على موضوع التحدي السياسي الخاجي ما يسمى بصفقة القرن وعلى تأييد الكتلة المطلق والشعب الاردني لمواقف جلالته التي اعلنها برفض هذه الصفقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمقدسات والوصاية الاردنية والوصاية الهاشمية عن المقدسات ودعم الشعب الاردني بكل فصائله وكل تشكيلاته وان هذا الموقف من جلالة الملك يحتاج الى تصطيب الجبهة الداخلية وتصطيب نوقف الشعبي بكل اطيافه وكل اشكاله والامر يحتاج الى حكومة اقطاب حقيقية تحمل هذا الهم الداخلي والخارجي تحمل ملف الداخلي بكل تفاصيله الفقر البطالة ترد الاوضاع الاقتصادية الحريات العامة ما شاكل ذلك العدالة في المجتمع توجيه الشعب الاردن وكل نحو الوجه السياسي الخارجي لمواجهة ضغوط الليكود وحكومة الليكود فحكومة مثل حكومة الليكود القادمة بهذا الشكل المزهو الذي خرج به ناثنياو بهذا الانتخابة النيابية تحتاج ان يقابلها حكومة اقطاب قوية على مستوى اسلامي قومي وطني حتى تحمل ملفين الداخلي والخارجي باقتدار كانت الجلسة في اعتقادي موفقة بشكل كبير جدا وناجحة بامتياز وكان تجاوب جلالة الملك مع الجميع تجاوب ممتاز وقد ابدأ كل واحد من الزملاء والزميلات ملاحظاته بشكل مركز حول الملف الذي يحمله وكان هناك تكامل بشكل رائع جدا في الكلمات وفي الموضوعات التي طرحت واعتقد ان كان لقاءا ناجحا بامتياز حمل هم البلد بشورة عامة ومن ضمن هذا الكلام ايضا طرق موضوع الحركة الاسلامية ايضا ودورها التاريخي والحاضر ايضا في اللحمة الوطنية وفي ضروط التعاون ورفع يعني شيء ما تعانيه من محاصرة ومن تضيق عليها في هذا المجال حين كان الحديث بدأت الحديث ايضا عن موضوع اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية وتمتين الجبهة الداخلية ومن ضمن هذه الجبهة مكون اساسي سياسي واجتماعي وهو الحركة الاسلامية التي تعرضت لما تردت له من مضايقات والتي هي في طول حياتها تقف في مربع النظام في كل المفاصل الحيوية وبالمناسبة قد قدمت مبادرة قبل ايام وهذه المبادرة قد كتب لزلالتك رسالة حولها وهذه نسخة من هذه المبادرة ايضا تسلمت نياها الحركة الاسلامية حتى نوصلها الى جلالتكم فابدى استعدادوا وترحيبوا بهذه المبادرة وابدى ايضا ترحيبوا بكل المكترحات التي قدمها الاخوة والاخوات الزملاء في اي ملف من الملفات وسنبقى على تواصل وفي الختام شكر الجميع وقال لي انا سنبقى على اتصال ايضا في كل المواضيع التي طرحت ويالامر احتاج مننا جميعا الى تكاتب والى تعاون لنصل الى الاهداف الداخلية والخارجية لو اختصرنا اللقاء الملكي بجملة واحدة ناجحا بامتياز اشتركوا في القناة